السلام عليكم معاكم دكتور حاتم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ساقط الشعر عند الاطفال. ومهاج كتير كده لما بتيجي تسرح للطفل تلاقي شعره كله طالع في الفرشة مثلا او في المشدة اللي هي بتسرع به. او ان الطفل مثلا ينتيجي بتخسله شعره او الكلام ده تلاقي الشعر بيطلع في ايديها. او ان تلاقي حتة مفضية كتير في فروة الراس. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ازاي تقدر يتعالجي تساقط الشعره ده عند الطفل بس في الاول هنعرف اسبابه. تابع معي الفيديو ده للاخر هتعرفي في حاجات كتير كويسة. في الاول ما تنسوش تعملونا لايك للفيديو وتشاركوه. وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. وتنزلوا بصوا بصة في الوصفة تحت هتلاقي كل حاجة عننا. ولو احتاجتوا اي حاجة سوبها في التعليقات وانا حاول ارد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. اول حاجة لازم نعرفها ان تساقط الشعر عند الاطفال حاجة. والصالح عند البلاجين حاجة تاني. يعني فيه ناس يجي تقول لي مثل يا دكتور يعني احنا مش هزينا نتكلم. بص لنفسك كده شوف انت يعني عامل ازاي وعمال بتلينة وصفات بقى العلاج تساقط الشعر والحاجات دي ما كنت تعليقت نفسك. قلوهم لا احنا عندنا حاجة تاني. اول حاجة انا عندي ده ده صالح وراسي. ده العيلة عندي كلها يعني بسم الله مشاه الله مسافرة كلها من فوق. فده صالح وراسي ما فيش فيه كلام. تاني حاجة انا عجبني شكل كده جماعة انا راضي بالمنظر ده. ومقتنع بالمنظر ده. انا بقى باتكلم في حاجة ودي حاجة تانية خالص. في الاول لازم نعرف الاسباب بتاعت ساقط الشعر بتاعت الاطفال هي كلها الحمد لله اسباب بسيطة وسهلة العلاج ونقدر ان احنا نتعامل معها كويس وبالتالي اول ما السبب ده بيروح بيبدأ الشعر تاني يرجع يطلع كويس. اول حاجة في الحاجات ديت ان يسعب بيحصل التهابات فطريات كده في فروة الراس. تلاقي في فطريات كده في فروة الراس دي بتخلي الشعر ينزل. ده يمكن اكتر حاجة بتساعد ان شعر بتاع الطفلة ده ينزل التهاب الفطريات. والتهاب الفطريات ديت بيبقى ليه اسباب كتير الصراحة. بس يمكن اهم سبب في الاسباب دوت اللي هو تبادل المتعلقات الشخصية. يعني مسلا ان الطفل نسرح له وفرشة مش بتاعته او بمشت مش بتاعه او الحاجات ديت. تلاقي مسلا طفل في الحضانة قبل ما يجي سلموكي الطفل طبعا لازم يخله منظره كويس فبيسرحوله. ممكن يبقى مشتعة او فرشة واحدة بيسرحوا بيها للجروب كلهم. فده في الاخر بينقل العدوى من طفل للطفل. برضو تبادل الطوائي ان مسلا طفل يكون بيلعب فياخد طائية صاحبه ويقوم لابسها. دي برضو من الحاجات اللي بتخلي في التهاب الفطريات دوت يطلع من طفل للطفل. فمهم جدا ان الطفل ده نخلي متعلقاته الشخصية لوحده. ما نستخدمش الحاجة بتاعت حد. الحاجة بتاعته لوحده. دي اول حاجة. طاني حاجة في مرض مشهور كده اسمه السعلبة. السعلبة ده بتلاقي حتى كده في فروة الراس بتاعت الطفل فضة قطس. ده بيبقى مرض مناعي. بيهاجم شوية اطفال بيقدي لتساقط الشعر. المرض ده بياخد وقت شوية في العلاج بس في الاخر الطفل بيتعالج وبيكون كويس. دي تاني حاجة. تالت حاجة برضو من الحاجات المهمة اللي بيتخلي ساقط الشعر عند الطفل كتير سوء التغذية. سوء التغذية ده يمكن اكثر الاسباب اللي بتخلي شعر الطفل يقع خلص وحتى الفتلة بتاعت الشعر بتتغير. يعني تلاقي الطفل مسلا بشكل. وبعدها بكم شعر تلاقي الطفل ده بقى على شكل تاني خلص. يا جماعة ده العيل ده كم شعره جميل. ده كان تقيل. ده راح في اهم حاجة في الحاجات ده هي التغذية. لازم البصيلة بتاعة الشعر تلاقي فيتامينات في الجسم كده كويسة تخلي الشعر ده قوي وكويس. مهم جدا لما نعمل نظام تغذية يكون في الفيتامينات اللي بيتغذة عليها الشعر. يعني يكون فيها فيتامين دال فيها حديد فيها اوميجا فيها زنك. حاجات كتير فيها بايوتين. لازم نظام الغذية اللي يتعامل للطفل اللي شعر روحش دوت يكون فيه الفيتامينات داية. ساعتها شعر الطفل ده هيبدأ يقوى تاني. ويبقى كويس. واول ما الطفل يبدأ يتغذى كويس. الشعر اللي كان واقع ده هيبدأ يزيد بمعدل كويس اولا. دي تالت حاجة. بس دي من الحاجات المهمة ويمكن دي اكتر حاجة مشهورة. في بقى حالة نفسية كده بتيجي للقفال. تلاقي الطفل اول ما يعاية يسيب الدنيا كلها. عمال يشد في شعره. يا ابني يا ابني يا الله يهديك. بلاش شد الشعر ده. تبص تلاقي عمال يعاية من هنا ويشد في شعر وتلاقي شعر ويطلع في ايديه. يا عم الله يبريك لك بلاش الشعر ده احنا مكلفينه. دي بتبقى حالة نفسية كده بتيجي للقفال. بتبقى الطفل ده متوتر او الان او الكلام ده. ممكن مع الوقت لما الموضوع ده ويسيبه بيبدأ الشعر تاني يطلع كبا. بس فعلا دي حاجة مشتهرة يعني. ومهاج كتير تقول لي يا دكتور طفل كل ما يعاية يشد في شعر. يا عم اعمل حاجة تانية. يعني عاية واعمل حاجة تانية. ما حابكتش تشد في شعر. فدي برضو من الاسباب تلاقي حتة مفضية كده والشعر مقطع في يد الطفل ده برضو. سبب نفسي مهم ان احنا نبدأ نعالجه للطفل. بتبدأ الامور دي تتحسن. دي يمكن اشهر الاسباب بتاعت تساقط الشعر. طيب ايه بقى العلاج بتاع الكلام ده. اول حاجة احنا نعالج الامورات دي. يعني لو عندنا مثلا فطريات او تيني او الكلام ده بنعالجها. لو عندنا سعلابة بنعالجها. لو عندنا سوية غزية. بنعمل نظام غزائي مناسب يخلي الطفل ده يتغزك كويس. ولو عندنا الحالة النفسية دي بنحاول ان احنا نخلي الطفل مطامن شوية ما يبقاش قلقان. متعاديش تبرقيله كده كل شوية. متعاديش تزعقيله باستمرار. الحاجات دي هتخذ بالك من النقطة دي هتبدأ الحاجات دي هتتعالج مع الطفل. طب انا اقدر اساعد الطفل بحاجات تخلي الشعر بتاعه كويس. هقولك النهاردة على وصفتين. هيساعدوا من الشعر بتاع الطفل ده يبدأ يبقى احسن بنسبة كبيرة ويبدأ يبقى قوي بنسبة كبيرة. اول بس نصيحة والهالة قبل ما اقولك على الوصفات دي مهم جدا لما تيجي تعالج شعر الطفل متعالجهوش بكيميكالز متعالجهوش بحاجات كيميائية. خلي العلاج بتاعنا دايما بحاجات طبعية. هتحطي زيت يبا زيوت طبعية. هتحطي اي حاجة بحاجات طبعية. المسكات اللي احنا بنتكلم فيها في القناة ديت اللي بنقول هنعالج بها شعر الاطفال. غالبا ما بيبقاش فيها كيميكالز و بتبقى كلها حاجات من الطبيعة. ده مهم قوي عشان ما تقزيش فرقة الرأس بتاع الطفل. ولازم تعرفي برضو ان انت ما تيجي تغسلي شعر الطفل او بالشامبو او بالبلسم او الكلام ده. استخدمي حاجات الاطفال. بلاش الحاجات بتاعك انت يعني بلاش يبقى الشامبو بتاعك ونغسل بيه للطفل. او البلسم بتاعك وتعملي بيه للطفل. مهم جدا ان انت تستخدمي المواد بتاعة الاطفال. بلسم للاطفال او شامبو للاطفال او كلام ده. وما تغسليش شعر الطفل كتير. احنا ما بنغسل شعر الطفل كتير بيفد زيوت الطبيعية اللي موجودة فيه. احنا بنغسل شعر الطفل مرتين في الاسبوع. ده اللي بنعمل له عشان كده برضو حتى المسكات اللي احنا هنقولها النهاردة ديت. دي بنستخدمها مرتين في الاسبوع. اكتبي وراي بقى الوصفة الاولانية دي بيبقى فيها كزا نوع من الزيت. اللي هو زيت الخروع. وزيت الزتون. وزيت اللووس. تلات حاجات دولت زيت خروع. وزيت زتون. وزيت اللووس. بناخد مقدير متساوية من الحاجات ديت. وليكن مسلا خمسين سنتي ستين سنتي. خمسين سنتي زيت خروع. خمسين سنتي زيت زتون. وخمسين سنتي زيت لووس. وبناخد معلقة كبيرة من النشا وبناخد حوالي مسلا عشرين تلاتين سنتي كده من الخميرة. دي المكونات بتاعة المسك. نبدأ ان نحضره ازاي بقى للطفل اول حاجة بتجيبه شوية مية كده في الطبق نحط فيها معلقة الخميرة وندوبها كويس قوي يعني مهم جدا ان الخميرة دي تتدوب كويس وبعد كده بتاخد الزيوت ديت بتحطيها على الطبق وبعد كده بتحطي معلقة النشا وبنبدأ نقلب القليط دوب حيث ان هو يتجنس كويس بعد بقى بنعمل الكلام ده بناخد القليط ده بندلق بيه فروة الرأس بتاع الطفل ونسيبه ساعتين وبعد ما نسيبه ساعتين بنغسلينه بالشامبو بتاعه او الكلام دوت ونبدأ ننشفه خالص ونعمل الحكاية دي مرتين في الاسبوع اتفعنا يبقى تاني المكونات بتاعتنا زيت خروع زيت لوز زيت زاتون معلقة كبيرة نشا خميرة هندوب الخميرة في الماء ونضيف عليها الزيوت ونضيف معلقة النشا ونقلب القليط لما يتجنس خالص ندلك فروة الرأس بتاع الطفل نسيبه ساعتين ونخسل فروة الرأس بتاع الطفل بالشام ونعمل الحكاية دي مرتين في الاسبوع دي اول وصفة هتلاقي نتيجة كويسة جدا هتلاقي شعر الطفل ده يبدأ ينبت هتلاقي شعر الطفل ده لو مجاعد او حاجة زي كده هيبدأ يفرب بنسبة كبيرة هتلاقي الطفل ده شعره يبدأ يبقى فيه قوي فيه كسافة كده في الشعر دي اول وصفة تاني وصفة فيها نوعية من الزيوت زيت الكفور وزيت القرنفل زيت الكفور وزيت القرنفل ديت من الحاجات اللي بتخلي الشعر تشايمي كده بيلمع وتخلي الشعر مفروض بنسبة كبيرة قوي فاحنا بنجيب مقادير متساوية من زيت الكفور وزيت القرنفل وبنخلطهم مع بعض ونبدأ نخلطهم كويس لحد ما القليل ده هتجانس وبعد كده بنبدأ ندلك فروة الرأس بتاع طفل وبنسبة ساعة ساعة ونص ما بنسبهاش كتير وبعد كده بنخسل شعر الطفل بالشامبو كويس لحد ما بيبدأ الشعر ده ينضف خالص وبعد كده نبدأ ننشفه كويس وبرضه بنعمل الحكاية ديت مرتين في الاسبوع ده تقريبا الوصفتين اللي احنا نتكلم فيهم النهاردة عن الحاجات اللي بتساعد على ان تساقط الشعر بتاع الطفل يروح مع ان احنا نعالج الطفل كويس لو عنده فطريات او تانية او اي مشكلة بنبدأ نعالجها ولو عنده سوق تغذية بنبدأ ان نغزي الطفل كويس لازباب المرضية اول ما بتتعالج الطفل ده بيبقى حاجة تانية خالص والشعر بيبدأ يطلع بنسبة كويس قوي هتامي بشعره لكم احنا ممكن نعمل الحاجات ديت من بعد وامر سنة مفيش فيها مشكلة خالص نبدأ نستخدمها للطفل كده بصفة ديورية بتبدأ يتلاقي نتائج سريع ان شاء الله في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو تشتركوا لنا في القناة فعالوا الجرس عشان نشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله وتنزلوا بصوا بصة في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجة عننا ولو احتاجتوا اي حاجة سبقا في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم قدر امكان وشكرا لكم